موسيقى في إطار مقاربة الانفتاح التي تتبنى الإيسيسكو من أجل إقامة علاقات شراكة وتعاون مع شركاء جدد من العالم الإسلامي وخارجه نظمت المؤسسة الدبلوماسية بالرباط الملتقى الدبلوماسي الرابع والثمانين حول دور المنظمات الدولية في تدبير أزمة فيروس كورونا بمشاركة 30 سفيراً معتمداً بالمملكة عمادام سمير وأمين شرقاوي هو لقاء مفتوح عبر تقنية المناظرة المرئية إن فتحت فيه منظمة الإيسيسكو على مختلف الشركاء والهدف التعريف بجهود الإيسيسكو في تدبير أزمة وباء كورونا وأيضاً بمبادرة التحالف الإنساني الشامل التي أطلقتها لإرساء أنجع آليات التدخل الميداني لمواجهة الجائحة والحد من آثارها اللقاء كان حافلاً بالأسئلة وأوضحنا فيها رؤية الإيسيسكو الجديدة وانفتاح الإيسيسكو على العالم أجمع وخدمة شعوبها وأيضاً ما قامت به الإيسيسكو مبادرات في ظل جائحة كورونا بمشاركة ثلاثين سفيراً معتمداً بالمملكة المغربية تطرق الملتقى الدبلوماسي الرابع والثمانين للعديد من المواضيع المتعلقة بمجالات التربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء وأشهد المتدخلون بالتدابير للسباقية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار وباء كورونا وأود هنا أن أثني على ما تقوم به حكومة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس واتخاذها الإجراءات الاحترازية الكاملة للتصدي لجائحة كورونا ما نشهده حقيقة في المغرب من تعاون وتكامل بين الشعب والحكومة شيء يسر ويثلج الصدر وفي ختاب الملتقى دعت منظمة الإسسكو من خلال الصفراء المعتمدين بالمملكة المغربية الدولة والمؤسسات المانحة إلى الانضمام إلى التحالف الإنساني الشامل والذي توجه مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية للدول الفقيرة والمتضررة ترجمة نانسي قنقر